من عدتي بحب دايما نقرأ تعليقات عن الأمور اللي هي بتبقى مهمة طبعا المنتخب يعني المصري كتير جدا ناس على تويتر تحديدا بيعلقوا بيحطوا قراءهم وبيشوفوا كمان السحف المختلفة بتكتب ايه وغيره فأنا بحب أتطالع على ده حتى لو مش هشارك برأيي حابة شوف الناس بتقول ايه انتباعهم فبالزبط الانتباع عن المباراة طبعا بين مصر والجزائر الكلام ده فعلا نتقال قالك المطش ده ممكن يكون شوية مقلق لكن في نفس الوقت لما دي كتتكلم اه الجزائر عندها قوام يعني كبير جدا وجمال بالماضي كمان اختار قيمة كلها تقريبا المحترفين في أوروبا زي ما انت قلت معظم مقندية كبيرة جدا مفيش غير لعب واحد لو انا صح يعني تقريبا انا وحرس المرمة يعني البديل كمان بيلعب في اتحاد العاصمة اللي هو بطل كونفيدرالية برضو السوبر الافريقي يعني ففيتوريا هنا مش حيلاقي اعتقد زي ما تكلمنا اختبار افضل ولا اقوى من كده عشان يبتدي يحكم به بقى ويشوف بالزبط قدرات المنتخب على المنافسة كما تكلم في كلاس الامم الافريقية فانا اتمنى ان احنا نخرج من المباريات دي باللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت نركز على النقاط الاساسية ابتدي اشوف بالزبط انا من كل مباراة انا عايز اوصل ايه وانا انا عايز اطلع به وابتدي اركز على المشاكل الموجودة في الكامستري ما بين بعض اللعيبة المحترفة وصراحة المحلية اللي هو كل واحد منهم نجم لكن مع بعض انت تحس مش طالع النتيجة دي او مش طالع النتيجة دي للاسف الشديد والواحد حزين انه بيقول كده بس ده الواقع مش هنطلع انه احنا كنا احسن حاجة لا كلام ده انا مش هحترم به نفسي لو انا طلعت قلته لحضراتكم لازم الواحد لما بيقول حاجة يبقى يعني مقتنع بيها ولازم في نفس الوقت يبقى مصدقها فلا طبعا ما شفناش افضل كامستري واندماج ما بين اللعيبة وهاتجع بقى الحاجة انا وانت كنا منتكلم فيها قبل الهوى اصلا قبل الحلقة النهاردة كنا عمين نفتكر المنتخب انا وفاروق وعمين نقول يعني لو نرجع شوية الى 2010 وفعلا نقطة قوة او الفترة اللي كان المنتخب المصري قوي يا فاروق زي ما احنا كنا بنقول 2006 و2008 و2010 بالزبط لما كان كمان الاعتماد على ايه على اللعيبة المحلية بالزبط صحيح دي النقطة هي دي النقطة انت كنت اللعيبة المحلية بتاعتك وفيوقتها ما كانش فيه الاحتراف طبعا بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي وبالعدد ده لكن هي دي كت قوتك انا باعتمد على اللعيبة المحلية بتاعتي مش كل مرة بنقول ساحنا عندنا محمد صلاح ساحنا عندنا النينية ساحنا عندنا تريزيجية ساحنا عندنا مرموش اوكي عندنا بس الناس دي على فكرة فيه انديتها والدوريات بتاعتها بتلعب بقوة لكن لما بتيجي المنتخب وده اكيد مش اسباب يعني وراء تقصير من حد منهم بس يمكن طرق اللعبة مختلفة الاندماج مختلف في حاجات مختلفة الكورة نفسها مختلفة عشان كده النتيجة فترة مش بتطلع الافضل فترة من الفترات اللي شفنا فيها الأداء مميز جدا للمنتخب المصري كانت البطولة العربية في قطر كان الاعتماد على لعيبة المحلين ودائما على مدار تاريخي الكورة المصرية دائما تأثير اللعبة المحلية في المنتخب المصري بيبقى لهم تأثير إيجابي جدا شفناها على مدار احنا من 2010 طبعا غيرين عنها صح وكانت في الفرقة كمان السنوات دي كانت العصر الزهبي كمان لو حتكلم عن نادي الأهلي تحديدا يعني كي تدي كلها حاجات ما ننساش على كل حال نتمنى الأفضل الفترة القادمة وحنفضل نتمنى مش غلط ان احنا نتمنى الأفضل يبقى لسه عندنا أمل ويبقى عندنا إيجابية لأن ده اللي لازم نصدره إن احنا لو بتدينا نحس إن الموضوع بينتهي ده حيتصدر ليه المنتخب وإحنا أعتقد ده مش سيناريو أفضل تماما إن احنا نكون بنصدره ليهم يعني فالأمل خليه موجود لكن طبعا على مستوى الفني أو المستوى الفني والأداء لا إحنا منتظرين من المنتخب ومن فيتوريا أفضل من ذلك بصراحة وإحنا كلنا في ظهر المنتخب ونتمنى له التوفيق